رجلنا لكم بعض الفاصل بس انا عاوز اقول لكم حاجة يعني انا مرضيتش اقول لبتوع الصف السادس ابتدائي يمشو احنا دلوقتي في حلقة الصف الاول الاعداد بس انا كان هدف ان انا اجيب رجل الصف السادس اصحاتي يعني عارف اللي هو ايه هو قاعد مستنين ان احنا هنكمل في الصف الصف السادس يوم ندخل معنا في قول اعدادي يعني انا كبرتك سانا خليك قاعد ما تقومشي عشان خاطرانا كمل وهتستفيد على فكرة في النحو بالزاد احنا هنعملها معكم كتير قوي ان النحو نجرجل رجلك ستة ابتدائي او الصف السادس ابتدائي مع الصف الاول الاعدادي انتو مطرمش في اي حتة خليكم قاعدين معانا صحيح صحاتم حاوز بقى الصف الاول الاعدادي اولادك من الفصل الدراسي الاول هتقول معاهم النهاردة ايه في درس النحو في قول اعدادي طبقا احنا بنرحب في بداية الحلقة لطلبة قول اعدادي بالاستاذ سعيد معانا اتقمص دور الموزيق بقى فاحنا النهاردة معانا درس اللازم والمتعدي من الافعال يعني ايه لازم يعني ايه متعدي كمان احنا عندنا القاعدة بتاعت اللغة العربية بتقول ان الفعل اللابد له من فاعل دي القاعدة القاعدة اي فاعل له ايه فاعل له فاعل فالفعل اللازم هو الفعل الذي التزم بالقاعدة فقط التزم بالايه بالقاعدة فقط وهو الفعل الذي يرفع فاعلا ولا ينصب ومفعولا به فعل يرفع فاعلا ولا ينصب ومفعولا ايه به في ايه مش في الجملة كمان في الطبيعة بتاعته يعني في طبيعته الفعل ده ما يبقاش ليه مفعول به في حالته يعني في حالته اللي جاية او في غير اللي جاية ماينفعش ينصب مفعول به يعني ما فعل طيب اه زي فعل الخارجة يعني هو الفعل ده عاشق نقربه لولادنا كده الفعل الطيب الطيب يعني بيرفع بس فلما يجي يرفع يجيب فاعل ما هو لازم الفعل له فاعل لازم كل واحد له حاجة بيعملها الفعل مين اللي بيعمله الفاعل المفعول بقى اللي هو بيتنصبه دايما أنا مسمي اداة النصب الحاجة او المفعول به تحديدا المغلوب على امره المغلوب على امره ده من وقع علي فعل الفاعل فالمغلوب على امره مع الفعل اللازم ده الرجل ده طيب قوي ما بيحبش يقز حد ما بيحبش ينصف حد عشان كده بيقول ايه بقى انا مكتفي فاعل فقط ارفعه وارفع راسه وخليه معايا والمفعول اقوله خليك في بيتكم انت مش معايا شوف لك افعال تاني تمام كده طبعا انا عندي الفاعل خرجة انا عندي مثال مثال الفاعل خرجة الفاعل خرجة في حالته دي انه هو خرجة انه هو ايه خرجة مكونا من ثلاثة حروف مفهمش ولا حرف مضاعف ماشي يبقى خرج الرجل الى العمل من الذي خرج الرجل طب فين خرج ايه او خرج مين زي لو قلناها قبل كده قال لي خرج الى العمل اقول له لا ده ما يدینيش مفعول ايه مفعول بيه يعني هنا فعلا نستغنع المفعول ومش لقيه مش عارق نجيبه امقول ايه ذهب الطفل الى المدرسة مين اللي ذهب الطفل ذهب ايه الى المدرسة لا ما يدينيش مفعول بيه تمام يعني انا عندي فعلي لو جيت امبص بقى بامسلة الافعال يعني انا عندي الخارجة دي ادي خارجة شوف الاساس هتميسبه الخارجة الولد خارج الولد مينفعش حاجة تجي لي مفعول جات لي بقى تكملت الجملة اللي هي بجره المجروح اللي موجود معايا او اي شيء يوشابه لكن ما جاليش مفعول عشان كده ده فعل التزم بفاعل ما جابش مفعول اه طب فلنفرض او استر سعيد ان الفعل اللي موجود عندي مفعوش مفعول به لكنه يقبل دخول مفعول به في الاصل مفعوش لكن هو عنده هو يقدر يجيب يعني زي مثلا انا ما بقول ايه في الفعل ايه كتبه الفعل كتبه ماشي دامقول ايه كتب الولد في الكراسة في الكراسة تمام ماشي هل الفعل كتبه هنا لازم واحد يقول لك او لازم ليه الجملة مفعش مفعول به لا يا باشر انا هو هكتب ايه? كتب الدرس. مين اللي كتب اللي ولا? كتب ايه? كتب الدرس كتب المعلومة كتب اي حاجة. انا بقدر ان المعلومة موجودة. الله حضرتك هتلغبطنا يا عمي مش هلغبطك. هعمل ايه? هزود للفعل في الاخر هاق. هزود للفعل في الاخر هاق. او كاف. هاق او كاف. يعني مسلا يقول ايه خرجة. ينفع قول خرجه خرجكة ما ينفعش. الفعل ما مشيش يبدو فعل لازم. نام. نامه ما تنفعش يبدو فعل لازم. الفعل ذهب ذهبه ما تنفعش ايه? لكن ممكن يقول اذهبه هنشوفها دلوقتي مع بعض. طب الفعل كتبه. لما اجا اقول كتبه تمشي ولا تمشيش. تمشي. تمشي. يبقى انا اللي بيفصل ما بيني وما بين الفعل اللازم والمتعدي ان انا زود له ضمير. ازود له ايه? ضمير. اذا ضمير ده اختبار. اه. الاختبار يقول لك الداني الداني اللون الاخضر اللي يعدي يعني يقبل ماشي. الداني اللون احمر وصمر زي الحاجات الاشارة كده ادناها هدت صفارة اقول له لا شكرا انت لازم ما لكش حاجاتها. بحط له ضمير من ضمائر النصب اللي احنا خدناها في الترمي الاولان. تمام. اللي هو الكاف او الهاء. بالاخص الكاف او الهاء. يعني بالاخص الكاف او الهاء لان هما دول اللي ينفعوا يعني ينفعوا اكتر. طب الفعل ايه ناما قلنا فعل لازم. طب الفعل دخله دخله يبقى فعل لازم النام تعدي. شوف انت قلت ايه للوقت. ايه خرج مقبلتش. ماقبلتش. دخل لا قبلت. ايه حتى لو مفيش مفعول به في القطع. استنى ما جاي اقول لك اما بوسي كده. دخل الولد الفاصل. جابت مفعول جابت. جابت مفعول فعله. لكن خرج الولد الفاصل لا امر الفصل. اه. شليت لي المفروض خالص وجابت لي جره مجرور. هنا هنا الفرق في الافعال حتى في التزوق والسحاتم من غير ما نقول ايه حتى الجمل بتاعدتها كمان يا. اه. تمام. اه. عندي بس افعل ازا فعل استيقظة. ينفع لي استيقظه? لا. او استيقظك? لا. لا مفيش. يقول لك لا ما ينفع ايقظك يا عم انا بقول استيقظ. هي هي اه. الفعل بحالته. اه. ما تقوليش اللي شبهه. اه يعني بس اقول لك ايه استيقظة سعيد تقولي طب مساعدة تنفع. يا هو اسمه استيقظة سعيدة هنخليه ساعدة ليه. لا 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 صح. اه يعني احن نفعش. هو حاتم ولك حازم يا عم لا انا بقولك حاتم مش حازم. هي هي لازم لازم ولادنا تاخد الفعل بفعلي. اه اه. ما تقولش اصي داي سويه. اصي داي بينسوي في المعنى. اه ما تزود ليش في الفعل. تمام. يعني مثلا خرجة هنشوف انه خرج بحالته بشحمه بلحمه بسلطاته اللي موجودة اللي هو الخاء والراء والجيم زي ما هي كده يبقى فعلي لازم. طب انا عايز احاوله متعدي. ينفع احاوله? اه ينفع حاوله متعدي. ازاي? لما حط له يا اما همزة في الاول اهو عشان احاوله الى متعدي. يا اما حط همزة هنا ماشي? او اضاعها في الحرف اللي في النص. ممكن اقول ايه اخرجة هو. تمشي ولا تمشيش. تمشي. خرجة كه. تمشي ولا تمشيش. تمشي. الله يبقى هنا الفعلي لما تشدد او تحطره همزة. تحول من لازم الى ايه? الى متعدي. يبقى انا مش شرطة عندي وجود المفعول به في القطعة عشان اقول الفعل دا لازم او متعدي. لازم يكون الفعل اللي عندي متعدي. يعني ايه متعدي? احنا ممكن نقول لازم ومتعدي. يعني ايه متعدي? يعني نصب مفعول به. يبقى اللازم الذي لا ينصب مفعول به ولا يقدر له مفعول يعني ما ينفعش حتى يعمل مفعول في أي وقت النوعات أما الفعل المتعدي فهو الفعل الذي ينصبه مفعولا وإن لم يكن المفعول إيه مفعول ممتازم ومين فيهم اللي شاء شوية وبيعمل حركات وبيغير بقول اللازم الملتازم الذي يلتزم بفاعل فقط ويقول شكرا ويحط ييده في جيب ويقولك أنا مش عاوز حد أضرابه ولا حد أنصبه المتعدي يقدر يتعد ده أي وبيتعب سواس حاتم لسه بيكلمك دلوقتي بقولك ممكن اللازم يبقى متعدي ما هو صحيح أنت ممكن تعلمه بقى تقدر تقوله إيه بقى لما تزود همزة يعني إيه عارف اللي هو بيقولك سخمته على حد يا عم بقى انت هتفضل كده طول عمرك هتفضل تساكت وفعل بسي لما تخد لك مفعول دب إزاي خد بقى همزة خد لك الهمزة يقدر يجيب مفعول ويضرب زموه عاوز هنا يعني بنقول علمه الايه التعدي تمام كده يبقى عندي لازم فعلا وقلنا لازم يعني التزم بفعل بس لا يأتي له مفعول أو لا ينصب مفعول متعدي يعني يقدر يعدي عارف زي ما بيقول كده يخطي من هنا الهنا يعدي الخطوة دي يعني ينقل زي ما بيقوله كده ينقل لمكان تاني يقدر ينصب ايه مفعول بيه هل كانوا أخواتها بردك سؤال هل كانوا أخواتها من الأفعال اللازمة أو الأفعال المتعدية لغاية دلوقتي وانت في قول اعدادي كانوا أخواتها لا هي لازمة ولا هي متعدية ايوه احنا بنسميها أفعال نقصة وسكتة على نقصها بس كده لأنها أصبحنا سميناها نقصة ليه لأنها لا ترفعوا ايه لا ترفعوا فعلا وطالما الفعل ما رفعش فاعل يبقى لا لازم ولا متعدي حلوة امتى ممكن يبقى فعلي لازم بعد كده لما نجبع اه لو نقلنا لتتمة ومجتمة خلينا في حالتنا دلوقتي اللي هي الأفعال بدون كانوا أخواتها نشوف القعدة مع بعض القعدة باس حاتم جاهز القعدة جاهز القعدة تمام الفعل اللازم هو الفعل الذي يلتزم برفع فعله ولا يحتاج إلى نصب مفعول به مثل نجح الطالب في الامتحان فالفعل نجح فعل لازم لأنه رفع فعل الطالب ولم ينصب مفعولا به الفعل ظهر الحق وزهق الباطل الفعلان ظهر وزهق كلاهما لازمان لأن كل منهما رفع فعل طب تعالى نجرب اللعبة وهو موجود قدامنا ينفع نجحه ونجحك ما ينفعش ينفع أول ظهراه وزهرك ينفع أول ظهقه وزهقك ما تجيش بأهو حتى كمان ونقلنا نفسها كفاعل أو سحاتم انت دايما لما تحتاج مفعول انت كمان بتستنى بمعنى ايه لما تقول ظهر الحق انت مستني حاجة بعد ما ظهر الحق واضح جلي خلاص خلصت على كده المعنى كمان مش محتاج كلام يتقال زي ما بتجي تقول دلوقتي انا قلتها دلوقتي خرج الولد خرج مني من الفصل جملتي كملت ازاي بمن الفصل دخل الولد دخل فين الفصل خد الدخول الدخول محتاجش ايه احتاج فاع احتاج مفعول الدخول الخروج محتاجش مفعول احتاج حرف جر اللي هو تكملة الجملة اللي هي جر والايه والمجروب تعالى بقى نشوف الحتة دي يا سيد السعيد لما نقول الفعل زهرة زهرة اه الفعل زهرة هل ينفع قول زهره قلنا لا ينفع نقول زهرك لا قال لي طب ازهرة ينفع ينفع قول ازهره ينفع تمام وينفع ازهر الحق فعلا الله ينور عليك ازهرك صح لكن هنا ما ينفعش لي ايه ما ينفعش له مفعول به يبقى ده لازم عشان ما نفعش وده متعدي نفس الكلام فعلا نجحه ينفع قول نجحك او نجحه ما ينفعش لكن ينفع قول ايه نجحك ونجحه ايوه اه لما زودت التجديد على الحرف الايه الاوسط يبقى انا عندي تجديد وهمزة تشغل لي اللازم متعدي يعني تعلمه زي ما لست حاتم قال تعلمه الشقاوة تعالى نشوف اللي جاي كده الفعل المتعدي تعالى ما نشوفها متعدي ازاي ويشتغل ازاي بوصة حاتم هو الفعل اللازم يرفعه فاعلا ويتعداه الى نظمة فانشوفت بقى كده ايه دخل الاوضة على الفاعل رفعه وبعدين يدخل الاوضة التانية يتعدى عشان يخش على المفعول وبرضو ايه ينصب طبعا احنا المثال اللي قدامنا او المثال اللي قدامنا تعلم الطالب قيمة المحافظة على الوقت فالفعل اللي تعلم فعل متعد ليه متعدي لانه رفع فاعله اللي هو الطالب من اللي تعلم الطالب تعلم ايه قيمة ونصب المفعول به بقى هنا بنونا عليه فعل متعدي المفعول واحد. ايه ده? جديدة الكلمة دي? اه لان انا عندي افعال بتنسب مفعولين كمان. اه ده. وثلاثة. بس احنا السنة دي عندنا اللي بينسب مفعولين. هو هيخش قطين بس. او يتعدى لحجرتين بس حجرة المفعول الاول والثانية. لكن في حالتنا دلوقتي احنا المهم انه يبقى ايه متعدي. انهم ان ينسب مفعول. الله ينرى. تمام. السؤال بقى دلوقتي هل يظل الفعل اللازم لازيما لا ينسب مفعولا بيه دائما. اه لا. ليه? لان الفعل اللازم من الممكن ان يصبح متعديا يرفع وفعالا ينسب مفعول به. وذلك ما يسمى تعادية الفعل اللازم. وهذه التعادية تكون بطريقتين. اما زيادة همزة بتاعة ازهرة ماشي او بتضعيف الحرف الثاني فيه زي نجحة وحضرتك جدوى الموجود بيبني الجمل موجودة قدام. اه الخط صغير شوية بس انا هوضحه اكتر لولادنا. انا عاوز انت اللي تعمل عليه زوم بدلوقتي. ظهرت نتيجة الامتحان. الفاعل نتيجة. ايه اللي ظهرت نتيجة الامتحان? طيب. الجملة هنا بتقول ايه? حولته هو. زودت الهمزة. في الفعل ظهرة بقت ايه? ازهرة. بقى الفعل ايه? ازهرة. ازهرت المدرسة نتيجة الامتحان. الفاعل هنا المدرسة. نفعول به نتيجة. نفس الفاعل تحتيه. زهب. بس انا من قبل. لا بس انا ما نقلش جاري. اه. في الاول ظهرت نتيجة الامتحان لان اولادنا ساعت التلات كلمات عندهم بتفرق يعني يقولك انت عندك لحرف جر ولا عندك تكملة انا عندي ظهرت نتيجة نتيجة ايه نتيجة الامتحان يقوم بزكاوة شديدة جدا يقولك ايه ما هو ظهرت نتيجة الامتحان الامتحان انا المفعول بيه اللي كان راح واستخبه ولادنا بتقول اعدادي عستس سعيد متابعيننا من السنة اللي فاتت اه ما نعاوز برضه حتى اللي ما ترقناش خصائي الاستشاري المضاف اليه كنا بنقول ناكرة زي ما عرفها يديني ايه يبني عندي كلمة نتيجة عشان هي اناكرة فازهرنا لها كلمة كده تيجي تقول لها يا ناكرة انت نتيجة مين ممكن تكون نتيجة الامتحان نتيجة التحليل نتيجة الكشف الطبي لأ نتيجة ايه نتيجة الامتحان الامتحان دي مضاف اليه بتكمل كلمة بتوضح كلمة نتيجة راسا ولكن ليس لها دخل بين بالمفعول بي تمام ازهرت بقى انت قلت زودنا الهمزة احطت الهمزة زي ما انا شفناها شغلته حولته من لازم الى متعدي وعندي الفعل اللي بعده برضك الفعل زهبة نفس الكلام الجملة بتقول يا استسعيد زهبة الطالب الى المدرسة مين اللي زهبة الطالب طب عايزة حوله الى فعل متعدي احط له همزة في الاول بس شفت الملاحظة هنا بس في حالة الجملة في الاولانية حتى في زهبة او ظهرة كان عندي الفاعل هي المدرسة تمام كده وعندي الفاعل الفاعل الاصلي هي نتيجة والفاعل التاني هي الطالب لما جيت ازود الهمزة جبت لها فاعل وخليت هزي مفعول يعني في حد اظهره النتيجة وفي حد ايه بقى اذهب الولد بدل ما الولد رايح لوحده خليت في فاعل يوديه جبت له الفاعل وخليته هو المفعول يبقى هنا اذهب الاب وممكن نقول الطالب الى الايه ايوه تمام تمام برضو نفس الكلام فرحة المريب بالشفاء فرحة الطبيب فرحة بقى فرحة الطبيب المريب بالشفاء تمام يبقى هنا ايه جبت الايه جبت التشديد اللي موجود على الراء حوله من فاعل لازم الى فاعل ايه متعد متعدي نفس الكلام في الفاعل اللي بعديه اللي هو فاعل ايه خرج خرج المهندس من الجامعة خرجت الجامعة مهندس أو مهندسين يبقى هي نفس الكلام اللي حابول عليه ان التضعيف بيخليلي فعل متعدي يشغله ويشتغل على انه فيه مفعول الهمزة تشغل مفعول وده السؤال اللي تسأل قبل كده يبقى ايه اللي بيخلي الفعل من لازم لمتعدي همزة تضعيف الحرف الثاني يبقى أنا عندي ده بتخلي الفعل من لازم يبقى متعدي وده لما ييجي يطلب مني حول الفعل اللي لازم الى فعل ايه لكن السؤال ده ما بيجيش في امتحانات احساسية ايه عرف اولادنا لازم بنقول لولادنا خلي عندك المعلومة دايما حتى في مدرسة على الهوى نقول معلومة بزيادة تديك الحاجة صح انا ليه قلت اللي بتوقع الصف في السنسي كده كمل معايا وتفرج واسمع واستفيد عشان انا ما تشرح لك تاني السنة تلاقي الدنيا كانت ايه مزبوطة بالضبط معا ده صحيح ده صحيح تعالى بقى كده القطعة اللي موجودة عندي اه احنا هنا جبنا قطعة وهنشتغل عليها على الدروس اللي احنا كدنا القراءة الحرة تنمي العقل على طول السنسي ده عشان الوقتي ما ييه ما يسرقناش اول حاجة طبعا طالما انا بحمرها كده ايوة القراءة الحرة تنمي العقل مين اللي بتنمي القراءة تنمي ايه العقل يعني الفعل ده متعدي ولا لازم اه طالما فيه مفعول به اه انا انا زي كانت بعدي بها مفعول يبقى كان المفروض فاعل مفعول يبقى الفعل ده ايه متعدي فعلا ودي المفعول بتاعه الله ينور عليك تمام وعلامة نصبه الايه الفتح الفتح الجملة اللي بعد كده بتقول ايه تفتح الزهن وتربط القارئ بالعالم من حولك اه مين اللي بتربط ايه شوف حاجة بتربط القارئ اه تمام كده هي القراءة الحرة ايوة ويهي تاني وتربط القارئ بالعالم من حولك تربط ايه العالم يبقى العالم هتعارب ايه لأ هو بين العالم من حولك تربط القارئ اشوف الخطع تربط القارئ اه خد بالك في حاجة بتربط القارئ يبقى تربط القراءة الحرة القارئ تمام يبقى أنا عندي نفس الكلام اهو مين اللي بتربط القراءة بتربط مين القارئ يبقى القارئ برضك مفعول ايه تمام مفعول به منصوب قال لي هو ممكن تجي لي حاجتين لتعمل نفس الكلام لا عادي احنا بنجيبها هنا عشان انا بربط لك بيها عشان تعرف الفعل الايه ازا كان لازم ولا متعدي طب انا اعربته ان هو مفعول به ودي اعربته انها مفعول به يبقى انا هنا ريحت نفسي لما يقول لي استخرج فعل متعدي لمفعول واحد اطلع له الايه اولادنا بس اولادنا بس اولادنا بس اولادنا تقلق لو انت في اخر العام جالك كلمتين هيتعرفه حاجة واحد شك في نفسك الاول عشان لما تتأكد برضو شك في نفسك ان في واحدة فيهم انت عاربها غلط يعني زي ما اصحاتنا احنا جايبنا لك الاضاحة لكن هيجي لك يقول لك مفعول به وتعرف حاجة تانية مفعول به شك ان انت فعلا في حاجة انت مخدتش بالك منها الكلام ده حصل امتى عاى لما يكون مفعول تانيlav巨ن completo يعني ممكن يجي لك اعرف مفعولين الاولاني مفعول به اول والتاني مفعول به ايه ثاني وده لما رأخدد درس الايه الافعال التي تنصر مفعولين جميل. واينما يجلس تنهل من ايه بقى? من ثقافته الواسعة. طبعا انا عاوز بقى اينما يجلس. هو مين اللي اينما يجلس? احنا بنش دعب بقى اينما بقى. انا عاوز يجلس هو. ايوة. يجلس ما هو ده. يبقى اقول يجلسه او يجلسك. لا. ما ينفعش. ما ينفع لي لازم. يبقى لي لازم. يبقى ليش مفعول. يبقى فيش مفعول بيه. تمام. اه طب انا عندي اينما بتفكرني بقى وسط السعيد بادوات الايه? ادوات الشرط الجازم. جميل. ادوات الشرط الايه? اه. الجازمة. يبقى انا عندي هنا في فعل شرط وفي جواب ايه? شرط. اينما يجلس? اين اللي هيحصل? تنهل. تنهل من ثقافته الواسعة. يبقى تنهل هنا فعل ايه? فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط وعلامة جزم السكون. تمام اوي كده. يبقى انا عندي فعلا ادي احنا جبنا من ثقافته الواسعة. طبعا مش مختلف كلام. اه. قلنا اسم متصل به ضمير زائد اهل يديني ايه? نعت. صفة بتاعة ايه? نعت. نعت مجروره علامة جره الكسرة. حل. طبعا تعال ما نشوف بقى ما باقية. لا احنا لسه بسه هنقول حاجة بقى. عاوز هنا حاجة. اه. استخرج فعلي لازم وفعل متعدي. اه. انا عاوز الاول الاول. انا مدام مفعول يبدا فعل متعدي. بالنسبة لما يسهل علي قوي. فانا اختار دي واقول لك تنمي يبدا المفروض فعل متعد. تمام كده. تمام كده? وتربط كمان. فعل متعد. متعد. لان في مفعول به واحد اهو. قول بقى انت اللازم. اتدور على بقية الافعال اللي موجودة عندي. اه. تنمي تنفع تنميه? تنفع. تنفع تفتحه? تنفع. تنفع تربطه? تنفع. تنفع اه بحرصيه? قال لك اه تنفع لك لا ده اسم انا حكرا. اه. اينما يجلسه ينفع يجلسه? لا. يبقى ده فعلي لازم. يبقى انا لما اجا اقول كده. اه. خد بالك برضو لولادنا يجربها كمان بالهقوي كاف زي ما انت قلت. ويجربها كمان بالجملة. لان قلت يجلس. يجلس الولد. لو يجلس الولد الكرسي تمشي. لكن يجلس الولد على ايه? على الكرسي. يبقى على على شفت اه جبتها ايه? مفيش مفعول مش انا تقبل مفعول. هو يجلس الولد على حاجة. اه. بس كده. يبقى هنا ما ينفعش. طب تنهله تنفع? لا. قال لي طب ما هو هنا حضرتك تنهله لا تنفع السيد. تنهله من الحضار. اه. 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 صح كده. تنهله هنا فعلي متعدي اهو. تمام. اذا تنفوش مفعول بي انا مال يا عام. يجي او ما يجيش ده مهم. يجي او ما يجيش مهمينيه صحيح. يجي او ده قمة الوقت. اه. 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 ده ده اللي بنصب مفعولين. طبا. نشوف القطع لبعدها. نشوف بقى كده. ان التفوق امل. تسمو. وده اللي استاذ سعيد طلب مننا ان طالب ستة ابتداءة يقعد معنا ليه? عشان الاعراب. ما ده الاعراب اللي مقرر عليه? هو كل الاعراب. احنا قلنا نحو مع بعضه عارف مشبوك بمشبك. يمشي من اولى ابتدائي لغاية جامعة. ان التفوق امل تسمو اليه الايه? النفو. خليني واحدة واحدة كده امل. ايوة. ان التفوق امل. طب ان دي بتاعتنا هي. دعا. التفوق اسم ان منصوب علامة نصب الفتحة. امل يبقى خبر. حلو احنا اتفقنا على الخبر لما يجي وسحتم وده كنا بنفكر بها اولادنا كده في الصف السادس والصف الخامس والصف الرابع. الخبر يحط نقطة وراه. يقفل. يقول كده قلت هنا ايه? خبر. ان التفوق امل. اه امل بقى زي ما تقول امل الحياة امل الدنيا امل كل حاجة. المهم ان امل ده ايه? تحط نقطة وتقول انا كفاية اقولك انت خبر. صح? يبقى خبر وخبر ايه? وخبر ايه? وخبر ايه? عارفين ان هو ايه? مرفوع. تمام. تسمو اليه النفوس. تسمو اليه النفوس. ايه اللي بتسمو? النفوس. يبقى النفوس فاعل. بس كده. طب واحد زميلنا او صادقنا او حربنا من بتوع مدرسة على الهوى قالك النفوس دي مفعول به. قل له هنقولك على حاجة. جرب الفعل تسمو. حط له الهق والكاف. مم. تسموه وتسموك. تنفع. تسموه وتسموك ازا ما 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 كده. عارف اللي هو ايه? اه. عارف لما توعوه. لما توعوه وما تعرفش تقبالها. تلاقي لسانك كده عم اه يعرف ان انت الغلط. اه. يبقى تسموه ما ينفعش. اه. يبقى دي ما ينفعش تبقى فاول بي ده فعلي لازم اصلا. جميل او. ده فعلي ايه? لازم. بس انا انا ممشي ابني على ايه? ايه اللي او مين اللي زائد الفعل يديني الفعل. مين اللي بتسمو? النفوس. يبقى النفوس فاعل مرفوع علامة رفضة. الذي يضعونا. الذين يضعونا. عيونهم. خلي بالك كلمة نصب دي. كلمة نصب. هنا بمعنى امام. مش نصب على فكرة. اه مش نصب. اه هنا بمعنى ايه? اه نصب عينك يعني امام عينك او في مقدمتك كنت اقول. فبقى امام بتتعري بايه? الظرف طبعا. تبقى ده ظرف على طول. بل معنى هنا حكم علي ان دي ظرف. الله ينورع علي. تمام كده. تمام كده. هدفا سامية نكرة زائد نكرة. يقبلن الهدف السامي. تبقى? ما خلصب بقى. يعني الناعة بتاعي شغال. بلاش حسام وبراهيم خلينا حد حديث. مفيش توقم قريب كده غير الناس اللي اعتزوا الكرة? اه حدو سعيد. يقبى فعلا اي توقامة نكرة نكرة معرفة معرفة تديني نعت في الحال. طب هنا بقى. ليحققوه. حلو اوي. هنا اللام هنا بمعنى ايه? بمعنى علشان? يقبقى من اجل او علشان بديلة متعليم. يحققوه. يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه واستنى. الفعل ده من انه افعال. انا هستنى بتوع الصف السادس اللي عاديين معايا دلوقتي اللي مكملين. الحلقة الجاية يعرفوا ده نصبه بيقبى ايه? لأ بتاع قول اخده بقى. طب خلاص. اه. قول انت اللي يقول ايه? الجماعة. يقول ايه? الجماعة. يبقى من افعال خمسة يبقى منصوب علامة نصبه حسن. انه? ولا تتبعوا. هنا لن نفعل ان هي يا والسعيد. خد امر بعدم فعل الشيء. خد بالك النهي. احسن النهي والنفي قريبين اوي من بعض كشكري. شب ايه? امر بعدم فعل. يعني انهاك عن فعله. لا تتبع. يبس مها نهي. ولن هي لها دور مع الفعل المضارع. ولن فيها ليس لها دور مع الفعل المضارع. انا لو جيت اتكلم كده اقولت ايه? شب هم لا يتبعوا التعليمات مثلا. بنفس الكلمة. انا باتكلم بقول يبان في عم حتة ايه? اتباع التعليمات. دي نفي. لكن لو انا بقولك انت اتبع او لا تتبع. هي دي اللي ايه? بنهاك عن فعل. اه. اللي هو جزم الفعل المضارع. اه. ده فعل مضارع مجزومه علامة جزمه حسف. برضو النوم. النوم. هي في الحالتين اثنين. اه. نصب جزم ارمي النون. من يزعمون النجاح امرا يأتي صدفة يبقى صدفة هنا ايه? حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. واحنا موجودين كده استساعد معلش. احنا موجودين. عايزين الاول نطلع رقم واحد. رقم واحد فعل لازم. قلنا تاسمو طلعنا. ماشي? يضعون نصب اعيونهم هدفا. مين يضعون? هجرب الفعل يضع. هنجرب يصل اول. ينفع اقول ليصله? يصله? ام. او يصلك? ينفع. يبدأ فعل متعد. طلعت اللازم والمتعدة هو. يضعون. ينفع اقول يضعه? ينفع. يبدأ يعني الا اع اله عارف اللي هو اللازم. اللازم شوية بيدّارة. بيجري مني. لان هو هو ماليوش مفعول. وبقى بقى محتاج اوي ان هو نعرف الفعل اللي مقاليوهش مفعول ده. لكن اللي هو مفعول كتير. يعني المتعدة منه كتير. عشان كده اللازم اللي ولادنا له بحارسين هيعرفوه اوي ويركز فيه لان ده هيطوتهم. طبعا. يعني اللازم دايما هو اللي بيتوت. الله ينور عليك قصة. تمام. ماشي? طب انا كده طلعت الفعل اللازم, وطلعت الفعل الايه? المتعدي. طب اسلوب شرط واحدد اركان. جميل اولا. يا انا قال لي اول حاجة, ادور على الفعل المداري. قلت له? لا ادور على اداة الايه? على اداة الشرط. يباني لما اج всلوب شرط. يباني على الداة. مش على الفعل. لان الاداة اللي هتحدد لي. igra Ali. القطعة قدام هي. teman. ودور على اداة الايه? على اداة الشرط. قال لي هنا ان انا نمشي بع بعض ونلفوا الكلام ده كله ومتى تسعوا إلى التفوق تنالوا هنا أداة الشرط فين متى فين فعل الشرط تسعوا فعل مضارع مجزوم فعل الشرط مضارع مجزوم على الجزمه حاسف النون لأنه من في القطعة بقى بص التايها دي أصحات ياخدوا أولادنا كده ويخشوا يعتبر متى أدوات استفهامه ويعمل يجري يعني يعتبرها أداة استفهام ويجري على أساسها إنه لأ 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 ده مش موجودة لسه وانت بتخرق دلوقتي حتى قرأتك ليها بينتلي دي أداة الشرط يعني وانت بتخرقها متى تفعل هذا تنال هذا شفت انت عملت ايه يبقى متى حددتلي أنها أداة شرط وانت تخرق وفين جواب الشرط بقى تنالوا انت نلت عندي النهاردة أجي أقولها كده نال الأستاذ حاتم الرضا مني والرضا منكم عشان حلقتنا انتهت وقول لك شكرا أستاذ حاتم شرف كبير ربنا يبارك فيك وقول لأولادنا كلكم تابعونا صف السلسة التلاقي الصف الاول الاعدادي الحلقة بتبقى مشتركة هتفضلوا موجودين معنا نشوفكم على خير الحلقة القادمة ان شاء الله